السلام عليكم. ايه هم شروط التي يجب الاتفاق عليها في العقد. اول حاجة المرتب لازم تتبقى فيه اتفاع عليه. اه هو ده الاساسي اي حاجة مش مكتوبة في العقد في المرتب بيتمناش لازم تستطيعك من الكلام العايم اللي هو يقولك انت ابننا والمكتب بتاعك وانت لك بونس وانزودك بقت قد شهور وكلام دوت وده عمل مشاكل كتيرة معناس كتيرة بتيجي تشتغل وبعد فترة يفجأ انه على نفس المرتب يعني في بعض الناس قد شغال على مرتب وبعد كده جالوا كلام زي العسل في مكان تاني بمرتب اقل بس بعود احلى فلما روح للمرتب الاقل بس ما لقاش البعود احلى قاسم اه وبيبقى فيه اه بدلات تمام بذات لو انت متغرب ببيبقى مثلا بدل سكن بدل مواصلات تأمين زحي التذاكر مفروض عليهم بس بتفرق اه العقد اه عائلي ولا شخصي عمو يكون واحد متجوز بس هو العادي بتاعه اه فردي فالتذاكر والتأمين الصحي بباليه هو بس بيشل العيلة فاللازم تخبلك منها لازم بتسأله وتحاول انت تخليها تأمين عائلي وتخليها تذاكر عائلية اه تمام اه فيه شركات كتيرة جدا بتعمل التأمين الصحي الكامل وفيه شركات بتعمل تأمين صحي انت تدفع جزء انت تدفع جزء فالفعلية مدفعش حاجة هي الفاكرة كلها انه متفع مع شركة التأمين انا عندي الف واحد فهاخد منك قصم تلاتين في المئة مثلا وتقول لك انت هتدفع سبعين وانتدفع تلاتين لوية الفعل في الحسابات مدفعش حاجة فلازم تكون متفعة الحجات دي الأجهزات السنوية قد ايه مثلا تمام ليك كم يوم في السنة فيه شركات بتخليها 21 فيه شركات بتخليها 30 فيه شركات اكتر فيه شركات اقل فيه شركات بتقولك اول سنة هيبقى كذا وبعد كذا بشان فيها تنزل الأجهزة بستة شهور فالحاجات دي كلها لازم تبقى متفق وبيبقى بالتراضي وتقرى العقد اكتر بالمرة ولو فيه حاجة مش واضحة وبعت لوم سطر ده انا بش فاهم لان ممكن يكون فيه سطر ملزمك بحاجة وخلي بالك اياك 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 تمضي على تمبيالات او تمضي على ايه وصول والحاجات دي كلها مرفضة تماما يعني اه لو انت وافقت هتلاقي نفسي خاص بقيت عبد رسمي وبيشدك زيادة وبيشدك حياتك بشدك فرصة انت تروح شركة تانية خلاص سوى مسك مادخ اللي بتوجعك فاياك تاني حاجة زي كده الا استثناء بسيط تقدر تمضي على حاجة زي كده لو هو قالك انا هتديك كورس غالي تمام كورس ده مثلا هسفارك برا تاخد الكورس ده وتجي تفيد الشركة وكورس ده مثلا ب 2000 دولار تمام فانت هتيجي تشغل عندي مقابل كده سنتين بعد سنتين خلاص يبقى كده من حقك تمشي من حقك كذا لو مشيت قبل السنتين هتدفع لي 2000 دولار تمام فده يعني انا شاف ان هو يعني فير مطلبش منك اكثر من الكورس وكورس ان لو انت محتاجه فعلا ممكن اه تقول انا موافع على حاجز كده فتمدي ان انت مثلا اه خلاص و لما تجي تمشي زي اي لعب كورة مثلا بيبقى في شرط جزائي عايز تمشي خلاص بس تدفع المبلغ او الشركة اللي انت رأيها هتدفع المبلغ وخلاص الموضوع اتحل طب اقدر احطش شرط مالعة الشركة في حالة عدم التزام او يعني هي مالتزامتش بالشروط نظريا اه نظريا اه نظريا عاد تقدر تكتب فيه اللي انت عايزه بس واقعيا لا الا لو انت شخص يعني هيفرق او او مع الشركة تمام يعني لو انت جاي بحد هيمسيك لك الشركة وحد مثلا ارى الشركة جوجل ولا ارى الشركة ياهو وعملت حلعة اللي انه يجي فده يقدر يحط شروط في العقد بس هو في الواقع مفيش نظريا مسلا حاجة بسيطة جدا مثلا يقولك ااااااااااااا كل السنة مثلا تشغلتها حسب العهد حسب الشركة ده بش ثابت حاجة تمام مقدار تعاوضات نهاية الخدمة حسب العهد يعني يقول لك مثلا كل السنة بكذا فلازم تقرأ العهد كويس تمام وخلي بالك في في الخليج موضوع النهاية الكفالة يعني يقول لك مش عرفت ان الكفالة غلما تخلص العهد بتاعك عادة الخمس سنين تمام فلازم تبقى بالك مناطة ديت هل في فرق في المرتبات حسب الجنسية او طبعا في فرق لو انت معك جنسية او امريكية بيديك مرتب كبير جدا لو انت جنسية عربية بيديك مرتب معقول لو انت جنسيات اللي هي الاسيوية زي الفلبين والهند المرتب بيبقى قليل دي دي فعلا حقيقة عشان موضوع فرق العملة فبتلاقي مسلا المرتب اللي بتاخده دوت لما بتحول العملة بتاعت الهند او الفلبين بيبقى ملك هو حتى المبلغ اللي هو بياخده رغم ان هو ممكن يكون نص مرتبك بس لما بيتحول بيقدر يعمل بيه حاجة كويسة تمام الاوروبي طبعا لو خد نفس مرتبك بشابه لاس ما يعطف في بلده احسن هو الاوروبي بيجي بيجي الدول الخليج ليه بيستفاد ماديا مرتب كويس ومعلوش درائب سواء في قطر ما فيش درائب والدولة اللي هو تباحها من شغل من الدرائب لان هم ما بيستفادش من الخدمات بتاعتها فهو الموضوع كله توازن وشركاب بتبدأ تتحول تاني الخريط بتجيب ناس من الهند والفلبين وبيجيب ناس من اوروبا وبتجيب ناس من الدول العربية وفيش ركاب بتفضل دي يعني بعد ما بيشتغل بيبدأ يقولك لا ان شاء الله ده بيخو مرتب كبير وبيعمل نفس الشغل دوت او لا ده انا محتاج واحد مثلا اوروبا اعساس في الاجتماعات يحسبها انها شركة انترنشنال يعني موضوع موازنات كده تمام وبتوفيه ان شاء الله ونتمنى بلدنا تبقى احسن بلد ونرجع نشتغل ونعيش فيها ان شاء الله